مساء الخير على كل العراقيين مساء الخير لمتابعي قناة الشرقية وأهل المدينة يوم جديد حلقة جديدة وقضايا تخص المدينة وأهل المدينة هدفنا إيصال أصواتكم ومعاناة المواطن العراقي والواقع إلى الجهات المعنية حتى نكون سبب بالتفاتة هذه الجهات واحتواء المشاكل بشكل كامل قبل ما نحكي بتفاصيل المواضيع لحلقة اليوم خلونا بالبداية نتعرف على أبرز العناوين مع سفيان مساء الخير سفيان مرحبا تاملة ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة فعلا نحن بهذه الظروف التي نعيشها نحتاج حكومة وجهات معنية ومسؤولة تحتوي الموقف مثل ما تعودت البداية ستكون مع العناوين عنواننا الأول موظفو التربية الجدد ببابل دون راتب وصالهم أكثر من سنة يطالبون بحقهم بهذا الموضوع تعينوا أسماهم موجودة بالميزانية لكن وين الخلل ما حد يعرف حنقول أو حنصلت الضوء أكثر على تفاصيل هذه المشكلة في داخل الحلقة مع مراسلنا حتى نعرف أكثر معلومات إن شاء الله التربية في بابل تستجيب بهذا الموضوع أكثر موضوعنا الثاني أوجاع مضاعفة لمرضى السرطان في النجف وهذه الشريحة المهمة من المواطنين العراقين مع كل أسف أكثر من مرة ناجده بتوفير أجهزة خاصة بمرضى السرطان الأدوية الخاصة بمرضى السرطان لكن دون استجابة حنصلت الضوء أكثر بتفاصيل داخل البرنامج واتصال مع أحد المرضى موضوعنا الأخير حيكون انتشار الكلاب السائبة في منطقة أبو غريب في بغداد بقضاء أبو غريب في بغداد مع كل أسف يعني هاي المنطقة لا بها خدمات زينة ولا بها أي شيء زين فوق كل هذا لنشوف هناك انتشار للكلاب السائبة لذا تهدد أرواح المواطنين وبالأخص الأطفال منهم هذه هي عنويننا التفاصيل بعد الفاصل مساء الخير من جديد مساء الخير سفيان بالبداية نحب نذكركم بطرق التواصل ويانه عن طريق الرقم الظاهر على الشاشة أسفل الشاشة وهو تطبيق التليجرام اللي من خلاله ممكن ترسلونا المشاكل واللي إذا أدتكم مناشدات عن طريق رسالة تكون مختصرة وتكون شاملة لكل التفاصيل المطلوبة مثل الأنوان الحادثة أو التاريخ وأيضا يكون مرفق بفيديو وصور حتى تكون أدنى اطلاع كامل على الحادثة ونقدر ننقل المطالبات إلى جهات المعنية ونبدأ الحلقة بموضوع كورونا طبعا اليوم خبر جدا إيجابي من الوزارة الصحة والبيئة تشرف بنفسها على زيادة منافذ للحصول على الجرعات ضد فيروس كورونا هذا شيء جدا إيجابي طبعا في مناطق مختلفة في محافظة بغداد في منطقة الكرخ في منطقة الصدر نشوف حتى في منطقة أو في مولات مختلفة مثل بابلون ومول منصور هذا شيء جدا إيجابي ونتمنى دائما تكون بزارة الصحة والجهات المعنية تهتم وتنتبه أنه جد ما يقدرون يزيدون المنافذ واللقاحات حتى المواطنين يحصلون على الجرعات واللقاحات ضد فيروس كورونا أيضا موضوع المتحورات المتحورات طبعا دائما موجودة تطلع متحورات جديدة وطبعا هي جدا سريعة الانتشار اليوم تم رصد حالة في دولة الكويت طبعا هذا الشيء خطر لأنه يعني متحورات جد ما هي بعيدة أو أماكنها تكون من بلدان مختلفة حول العالم ممكن توصل بطريقة أو بأخرى عن طريق السفر ويكون شخص حامل المرض هو ما يعرف وهذه المتحورات جدا خطرة وإحنا ما زلنا غير محصنين ضد فيروس كورونا بشكل جيد اليوم سوفيان نشوف الموقف الوبائي لفيروس كورونا عن طريق الصورة التي دائما نظهرها على الشاشة من وزارة الصحة 4897 حالة إصابة 58 حالة وفاة بعد العداد صراحة أني صح هي التي تنخفضها أنا ما أعرف الشيء التي تنخفض قدرة قادر لكن تعليقا عليك تقولي على اللقاحات فعلا اليوم هذا واحد لازم يقولها في بغداد وباقي المحافظات العراقية اليوم نشوف جهد من قبل الوزارة في تفزيع هذه اللقاحات التي كلفت الدولة ممكن مليارات لحد الآن بس الحلو بأنه المواطن اليوم يستجيب والوزارة تتسوي شغلها بشكل جيد نوعا ما بإعطاء اللقاحات عند أشوفوا هواية ماكن ديوز وحتى التطبيق اللي كان لما نسجل بالموقع الإلكتروني كان بالبداية جدا بطئ يعني تتسجل بعد مئتين سنة من وصل لك السراء لكن هسا بدأوا الناس يقولون أن سماعت من بعض الشباب يقولون بأنه لا والله سجلت وركم يوم جاني السراء أكون مستشفى هذا تتساهل تطيني اللقاح حتى بدون هذا السراء ما تطلب في قليم كردستان أيضا ليتم توزيع اللقاح في شكل سريع وهذه المواضيع تعتبر صراحة جدا إيجابي أما المتحورات أكيد يعني لا محالة من وصولها أنا أتمنى وزارة الصحة تكون مستعدة هذه المرة في حال إحنا وصلنا موجة جديدة لأننا كل من ندخل الموجة أتتوا تقولوا إحنا ما نستعدين وما نستعدين وما ندري بها ويصر الانهيار بالمنظوم الصحي شوف التراكم لأعداد المرضى بالمستشفيات ازدياد حالات الوفاة النظام الصحي مدى يتحمل هذه الأمور فإن شاء الله وزارة الصحة هذه المرة تكون مستعدة وماخذة إجراءاتها طيب نبدأ بمواضيعنا مثل ما قلنا في بابل أول موضوع حين نكون ويا المتعين على مديرية تربية بابل هذه المرة صار لهم سنة تقريبا من طلاع أمر التعين فأنتوا تخيل وياي المواطن اللذي يشوفني بالبيت أن أنت تخيل جاك تعين أوكي تتعين تفر حمالتك المشاريع المستقبلية اللي تحطها القرارات المصيرية على أساس الراتب اللي حي يجيك بعد فترة اكتشفوا بأنه لحد الآن هو مستلمين راتب يعني هم لحد الآن مستلموا ولا درهم من رواتبهم على الرغم من أسمائهم موجودة في موازنة عام 2021 يعني شنو؟ يعني اليوم الموازنة اتحادية أقرت بأن هؤلاء الناس موظفين في دوائر الدولة وموظفين في دائرة تربية بابل وذول عدهم رواتب بعد سنة من أمر تعينهم لحد الآن هم الراتب هذا اللي المفروض يستلموا ما مستلمين لحد الآن هنحن هيكون ويانا سرمد بلايبل مراسلنا من بابل مساء الخير سرمد وبالبداية يعني مساء الخير سرمد يعني ما عرف شنو اليوم شعور الموظفين اللي صار لهم سنة كاملة دي يشتغلون ولحد الآن ماكوا راتب شنو ليش ماكوا راتب اليوم بالبرلمان يقولك الحكومة الاتحادية والميزانية الاتحادية موجودة مخصصات لهم ليش هم ماعدهم رواتب نعم سوفيان الشباب اللي هم متعينين على وزارة التربية هم أكتر من 82 مخريج دولا قدموا خدمات للكوادر التربوية للطلاب والمدارس على طيلة يعني سنة كاملة ما حصلوا رواتبهم اليوم عدتهم مشكلة واليوم سووا وقفة وتظاهرة أمام مديرية تربية بابي يطالبون بحقوقهم هم يقولون نحن عدنا مشكلة الموضوع يم التربية ويم المحافظة يروحون للتربية يقولون لهم يم المحافظة رحون المحافظة يقولون لهم يم التربية فهم يعني بالمصطلح العامي مشروع أقلوبهم بين هالدهارتين يعني هنا نسرمد هم موظفين متعينين على الملاك الدائم يعني هم مو عقود ولا هم محاضرين مجانين لا لا مو على الملاك الدائم عقود هم من المجموعة للعقود أو المحاضرين التي صاروا مؤخرا بصراحة سوفيان موضوعهم معرف شائك بين هل دائرتين ما يعرفون هم وين يتحركون باتجاه أي مكان المحافظة يقولون لهم أن تعتمد مشكلتكم يم التخصصات المالية بالمالية وهسا هم حايرين ويانا هم مجموعة من الشباب إذا تسمح يلا خلينا نسمع شكواهم تفضلوا شباب نعم ويانا الأخوة مجموعة من الشباب الاثنين والثمانين اللي هم موجودين في محافظة بابل مهلا وسهلا بهم ومبعدهم مع تصمين حتى بالليل السلام عليكم أستاذ العزيز عليكم سلام نحن نريد أن نعرف ما هي مشكلتكم كنتم اليوم المشكلة مالتكم مين برد أستاذ سرمت العزيز حالي نواشرني سنة 2020 نعم ما عاش عشرة نعم فضلوا لهذا اليوم قالوا أنتم موضوعكم سيكون عن طريق الموازنة نعم رواتكم تخصص المالي نحن عددنا 82 معلم ومدرس وموظفين إداريين تجور أقول لا 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 موظف دائم ملاك 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 دائم أستاذ العزيز نحن تم التوزيع على مركز وأخضية ونواحي الحلم نعم ودول العلم يعني وزعونا في أماكن بعيدة نعم ولهذا اليوم نعم 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 مختلف المحافظة مراكز وأخضية المحافظة نعم 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 أكو ناس صارت عليها لجان تحقيقية تم استبعادهم وإحنا صعدنا مقنهم احتيار احتيار من 2020 كانت ما كوا موازنة للدولة فقالوا أنتو موضوعكم أحن باشركم لازم تكونوا رواتبكم وتخصصهم المالي يكون على الموازنة 2021 حسا جدت الموازنة في 2021 وإحنا لهذا يوم ما عدنا رواتب ماذا تدامون والله العظيم حتى الكراوي نخطر من ناس مقربين من عندنا ونذهب للمدارس وللعلم أستاذ لحد الآن لدينا حتى مراقبات للمتعانات لدينا مدرسين ويانا تابعين لدينا مراقبات لهذا اليوم المراقبات للمدارسة الله يساعدكم شنو الليلة تفكرون بها من أنتو ناشدتوا لحد الآن جهات المالية شنو الليلة تفكرون خطوات قاعدة ونفتون نحن ناشد المالية وزارة 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 وما خليننا وزارة ما ناشدناها ما خليننا نائم ما ناشدنا ونحن نريد عن طريق قناة الشرقية وصل مناشدتنا إلى وزارة المالية إلى السيد الوزير المالية الدكتور علي علاوي ينظر إلى نحن هاي شريحة 82 يعني يكوني على ثقة حتى والله العظيم يعني حتى مبالغ مالية بعد ما عدنا وشنك يعني هسا عناك مصطعش تسعى لازم ينباشر بالنعمة دي شنو الليلة أوراق البيتر هاي أوراق تدت هاي أوامر إدارية أوامر إدارية هاي أوامر إدارية صادر المحافظة وصادر المدير التربية وبعدنا أي شكال ما رد المحافظة؟ المحافظة تسوينا الناس تسوينا كتاب للمالية يروح الكتاب ويرجع الكتاب للمالية يرغي دي الإعلان بالدرجات الوظيفية يابا إحنا ترى ما عدنا إعلان إحنا صعدنا تعويضية من سنة 2009 تم استبعاد 2008 يشخصوا إذا تسمحني هنا من بابل إذا تسمحوا شباب بابل موجود في مكان حتى ما عرف اسمها معذروني شباب لكن هنا اليوم هاي المشكلة وين واصلين؟ واصلين مزارة المالية يعني هنا المالية بس دقة بشوي قدت المحافظة لديها المشكلة أنا دائما نصر بوزارة التربية هم لا يعرفون وين المشكلة المواطن لا يعرف الموظف وين هاي سواكفة العقبة واحد يخطوا اللوم على الثاني غير فعلا أستاذ العزيز زيدون أنتم بلغوكم أن هذه مشكلة صلاحيات بين المحافظة وبين المالية يعني هي مشكلة صلاحيات مو بس صلاحيات تنسحنا مشكلتنا عالقة بجارة المالية وزارة المالية لازم يسوينا تخصيص تحتاج تخصيص مالي فقط قالوا أنتم ما وضعكم على الموازنة حس الموازنة قررت قررت من شهر الثالث بالمناسبة بالمناسبة الشباب ليس كلهم من داخل مدينة الحلال المركز أفضل بعضهم جايين من ناقضية ونواحي من بلة ومحاول والتعينات لا يمكنهم كلهم بالمركز كلهم مكانات في المركز ذاب بهم هنا وهنا يعني مو بالضبط ونحن على أبواب العودة إلى المدارس الشباب لا أعرف الشهور راحية والله سرمد الموضوع حتى لو لا أعرف ما وصفه شكرا جزيلا لك سرمد على كل هذه المعلومات شكرا للشباب الذي يمك على معلومات الله يملعبكم مناشد صغيرة ناشد لا تسمح سوفيان ناشد أخذنا أستاذ وصلنا إلى سنة كاملة وماعدنا رواس من ضيق مناشدة عن طريق قناة الشرقية يعني يوصل صوتنا للوزارة المالية ووزارة التربية في بغدار أن ينظرون أننا 82 شخص نحن على أبواب مباشرة اللي سنة ثانية مصطعي الله يكون ابعونكم شكرا جزيلا لك سرمد بليبل من باب المراسلنا وشكرا للشباب الذين كانوا ويمكن يعني هنا المدعف هو أولا عدد قليل جدا ويعني والله العظيم حتى عيب نطالب أنهم 82 واحد القرار الطالع تملة قدام ميزانية 2021 عدد قليل والقرار طالع من الحكومة بشكل عام والبرلمان الموافقة عليها لماذا لا تعرفون أن تنفذوا يعني هؤلاء لا يفرضون نفسهم عليكم هناك يستبعدوا من قبل محاضرين مجانية تعينوا جزء من عددهم عقود بغير أماكن فبالتالي استبعدوهم لأنهم غير راتب وقلتوا فتحوا لي غير الناس فتحوا هذا التعين هؤلاء غير الناس دخلوا للتربية ودخلوا للمدارس بدأوا خدمة الدولة لماذا لا تدخلوا اليوم الوزارة لماذا اليوم دائرة تربية بابل لا تعرف أن تتصرف في هذه المواضيع لم يكن شيء تقول أنني لي صلاحياتي وإن كانت هي لي صلاحياتك أنت مسؤول عن هذه الشريحة من المواطنيين أنت المفروض أن تذهب إلى البغداد وأن تطالب بحقوقهم لم يكن شيء تقول لي معلي وتقبل أن موجود في مسؤوليتك في مكان المسؤولية عندك سلطة وتقول لهم روحوا لبيتكم وأقبلوا بالظلم وقعدوا وشتغلوا ببلاش بدوار الحكومة على الرغم من أن تعرفون تخصيصات موجودة وموجودة فيها الميزانية وهم كلهم 282 مواطف كل المشاكل دائما تتكرر بسبب التخطيط السيء بسبب عدم المتابعة الإهمال وعدم واجهة المواطنين وهذه المطالبات نتمنى من الجهات المعانية مختصة بأسرع وقت تلتفت وتلبية هذه الطلبات ليس لما قلت عدد قليل والمعانات كبيرة هو حقهم بالنهاية أكيد نرى الموضوع الموضوع الذي بعده من التربية إلى الصحة في النجف الذي يعانون من السرطان مرضى السرطان في مستشفى الألماني كانوا يطالبون أن يكون قسم خاص بالأورام في هذه المستشفى الحكومية فتحوا القسم وأيضاً كان هناك جهاز عن طريقة جهاز الإشعاء تكلفته جداً عالية بالمستشفيات الأهلية ويمكن الجلسة الوحيدة تكون 100 دولار مبلغ كبير جداً بالنسبة للمواطن هذا الذي دخله محدود وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية وطبعاً المريض لا يشفى من جلسة واحدة يحتاج إلى أدة جلسات هم طالبوا وناجدوا تتحوا القسم والجهاز مفتوح أو موجود العفو بس لم يتم تشغيل الجهاز ونبدأ بمعالجة المرضى سوفيان فعلاً نحتاجين موضوع مرضى السرطان في العراق يعني أكثر من مرضى وصلتنا معاناتهم يا الأدوية ما تجيبوا الهمية يا مستشفياتنا غير مجهزة لعلاجهم لا أنت عندكم أجهزة تقدرون تقيمون لا أكو حملات إعلانية ودعائية للكشف المبكر عن السرطان الموجود في كل أنواعها لا أعرف أنا هذا يعني العالم كله تقدم ناس يجدون حلول لبعض السرطانات في الأجزاء من الجسم يجدون يحلوها نحن لحد الآن جهاز شعاع موجود في المستشفى أنت ماذا تعرفون أنت تفتتحوا كل مرة هذا الموضوع ولموضوع القبلي أنا لا أعرف المسؤول ما قاعد على الكرسي هذا مالتي ويصدر وحاس نفسه مسؤول في حال هو مشاكل الناس الذين ينتظرون مشاكل مؤسسة ما يقدر يحلها وخصوصا القسم موجود والجهاز موجود لا أعرف سوء التنظيم سوء تخطيط لو الدولة صارفة ملايين دولارات حتى تجيب هذا الجهاز يعني شيء جدا محزن ورح نحكي أكثر بتفاصيل هذا الموضوع مع ممثل مرضى السرطان في النجاف سمير الحاتمي مساء الخير سيد سمير سيد سمير تسمعنا سيد سمير عدنا مشكلة بالاتصال مساء الخير سيد سمير مساء النور السلام عليكم عليكم السلام سيد سمير مشكر قناة الشرقية أنه دون نسباها قبل حدث مطالبة الناس المرضى والناس واجبنا هذا هذا واجب أكيد سيد سمير ممكن تحكينا على الموضوع اللي يخص مرضى السرطان والقسم الأورام وجهاز تحكينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع طبعا نحن مركز الفراتي الوسط للأورام اللي بالنجاف هذا المركز بيه جهاز واحد والجهاز من الـ 2014 لحد اليوم يعني حاليا لوت كل الشبير نعم ما واضح عندي طبعا أنت صوتك واضح لدى نسمعك صوتك واضح تفضل تحكينا على التفاصيل كونك أحد مرضى السرطان تفضل طالبنا هو لأنه يوصرنا جهاز يشاعر ثاني هذا المركز عليه خمس محافظات وحتى مدير المركز حيدر الشيلي تحياتنا إلى طالب أكثر من المرضى طالب الوزارة هذا طبعا أول كتاب أنه 6-11 2020 يوصرنا جهاز ثاني بتجابة لهم لأنه أول شي عقد قطع عملاتها بأمريكا البلد المنشى يتأخر أشهر يالله يصلحونه لكن إذا يبرمون عقد صيان للجهاز لا ربما ساعات قليلة يرجع يشتغل الجهاز قالوا هذا أول كتاب 6-12 2020 دزلي للوزارة فرجعوا الوزارة خاطبوهم بـ 20-12 إذا موجود الكتاب إذا موجود إذا موجود حاجتكم للجهاز الثاني إنهم الجهاز الثاني وفرنا لكم جهاز الثاني وأمواتين إبرام عقد قيانة للأجهزة التاريخ 2012 وأمواتين لا جهاز ولا عقد قيانة للأجهزة من أقول لكم أكو جهاز ثاني يعني من يجه اللي قالت أكو جهاز ثاني موجود هذا هنا موسى بدر في وزارة الصحة يعني وزارة لو مديرية صحة النجف لا هنا مديرة صحة النجف ووزارة اللي بغداد زين يعني الوزارة قالت بأنه موجود الأجهزة وحندز الكومياء ومدز بل حالساس أنه تث أجهزة واحد من النجف واثنين البغداد أوكي سين هسا شن الجهاز موجود ما كو أي جهاز عقد شن الجهاز الموجود اليوم في النجف حاليا اللي تستخدمه بس واحد موجود موجود بمستشفى الألماني نوع أجهزة ألكتا يعني بس جهاز واحد يغذي كل النجف طبعا إذا يجبون جهاز واحد مرضى لعدنا مرضى لديك علم أن المريض الواحد من ثلاث شهر إلى أربعة شهر يوصل الحج زمانتة على جهاز الإشعاع حتى الملغ لا يبقى لفترة هذه حاليا يوميا يوميا يموت من أربعة إلى خمسة أشخاص بسبب ما يوجد هذا الجهاز جهاز الإشعاع المعجل الخطي بس لما تذهب للمستشفى الأهلية تجد أجهزة أنا رحت أنا واحد من المستشفى الأهلية يوصل بسرعة بس المستشفى الحكومي لأنه ببلاش وفتش زيان للمواطن ما يجيبوه كمالك في الجهاز بالمستشفى الحكومي وعضل الجهاز هذا الدور من يعطل مصر من تجد أخر يعني ملطل واحد يحتاج من 20 إلى 40 جلسة حولون المستشفى أهلي يعني يستطيع كيف 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 تنتظر الآن ينتشر الورم كمعا تروح تتوفر فأكو خير أنه تبرعت وفعلا نرحت المستشفى أهلي طلب منهج الجلسة وحدة 100 دولار كان عندي فقط 13 جلسة لان أخذت 7 بالحكومي يعني ذن 13 ورطة طبعا أخذتهم هذا الجهاز نفسي المتوفر حاليا المستشفى أهلية اللي هو نوع الكتا متوفر نفسي بمستشفى الألماني اللي استتاحها الآن يقبل أكثر من الشهر لكن ما شغل هذا الجهاز خاطبنا لماذا ما شغل تقول الجهاز حاليا بالشركة تشتغل به وتشغله لأن الجهاز نفسي شغله بغير مستشفى خلال 18 يوم 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 وبرمجيات خلال 18 يوم 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 هذا الجهاز بغير مستشفى مستشفى طبعا السميرة كوي ناس ممكن ما يعرفون هذه المعلومة بالنسبة لمرضة السرطان في حال أنت تأخذ العلاج لمدة مثلا انتخذت هذه السبع جلسات في حال توقفت بعد سبع جلسات أي تقدم أنت حققت ضد المرض سترجع بعدد من الخطوات ويمكن تسوء الحال لا سامح الله هذا الموضوع ما لأن تقوم عدد من الجلسات وبعدين المستشفى تقول كان يخرج الجهاز وعطل هذا النجف بها جهاز واحد والجهاز الثاني يقول لك مريد انشغله والثالث انتظر أن يأتي من ندروين على المموم سمير يعني يا ربي يوقعك برحلة علاجك وإن شاء الله نشوفك بصحة تامة وأني جدا ممنون من عندك بأن أنت كنت صوت لمرضة السرطان في النجف وإن شاء الله صوتك يوصل للجهات المعنية وإحنا أكيد سمير شكرا جزيلا لانضمامك وفعلا نتفق وياك يعني المفروض مو المواطن يقول هيتش للمسؤولين المفروض المسؤولين هم يقولون هيتش يعني يتمل معقول إحنا اليوم في بلد يعني إحنا نعلم المسؤول بينما نجيبون جهاز جيبوا شركة الصيانوية ويكون أكم ممثل عن هذه الفئة المصابين بالسرطان هو يطالب ويناشد على العموم الله يشافيهم وأكيد إن شاء الله تستجيب للجهات المعنية بأسرع وقد إن شاء الله يا رب ننتقل للموضوع الثالث وياك سوفي سوف نذهب لأبو غريب هذه المرة يمكن هذا الموضوع أكثر مرة حتاني وأزلت شادنا رأي بهذا الموضوع وياه من بداية البرنامج عندما دخلت موضوع الكلاب السائبة مع كل الأسف اليوم الوزارات أو الجهات المختصة بهذا الموضوع عين تكن ما عرف ما عدهم علم بهذا الموضوع ما عدهم أي اطلاع عن هذا الموضوع ما عدهم الإنسانية المرجوة لعلاج هذه المشكلة من جذوها شي سووا أبسط شي صار كلاب سائبة في منطقة معينة وزارة الداخلية تدخل بطلب من الجهات المختصة بهذا الموضوع يجون يكتلون كل الكلاب أمام عيون الأطفال أمام عيون الكبار الكلب مثلا الأبن ينكتل قدام الأوم وهكذا فتتخيل هذا جيل الكلاب الصاعد اللي وراء أنتو تتخيلون بأنهم حيوانات لا ما يحسون وما يفكرون وما عدهم ذاكرة هذا الكلب الصغير أو ابن اللي التي كتلته سيتذكر بأنه أنت عدو الإنسان عدو سيبدأ هاجم الإنسان في كل مكان يشوفه ليش في بعض كثير من الدول وأنا متأكد اليوم العراقي عدد كبير جدا منعدكم سافر لكل الدول المجاورة بينه وكل البلدان المجاورة بينه تشوفون الكلاب السائب موجودة في الشوارع وفي المناطق السياحية وفي الشوارع المزدحمة ومع الأطفال ومع الكبار ومسوون شيء ليش إحنا شمعنا الكلاب السائب بالعراق تكون عباك وحوش شوفوا ما سووين شوفوا ما سووين بالأطفال وبالكبار يعني تمل لا صغير لا تشبير مجموعة من كلاب سائب تصبح مع الأسف وحشية لأنها تعاملت بطريقة سيئة بالضبط هما ما يعلمون أطفال والأطفال هما ما يوعوهم أنه شون يتعاملون بهذا الكلاب والكلاب ما يتم احتواءها بمكان خاص حتى يعني هاي حيوانات هم كلها أرواح مثل ما دلقل سوفيان إحنا نقتلها يعني هذا مو حل هذا مو حل منطقي لا بس بنفسه فعلا أنا من زمان قال وأتمنى في اليوم الجهات المعنية في اليوم من الأيام تلقط الفكرة وتفتهمها بشكل جيد هذه المشكلة إذا أريد نحلها إحنا كمشكلة جذرية وبعد ما تطلع عنا مرة ثانية بمدنة اللي هي المعاملة الجيدة مع الكلاب حتى بالمدى البعيد ما تصعد نهاية المشكلة ونبدأ من الأطفال نعلمهم على هذا الشي بس هزا نحن بالوقت الحالي على المدى القريب يحتاج لنا خطة لمعالجة هذه المشكلة لأنه هناك كلاب سابلة تهاجم البشر والأطفال وهذه تسبب صدمات نفسية للأطفال تسبب إضافة لأن الجروح قد تكون خطيرة في بعض الأحيال ما نفعله؟ ما شاء الله علينا بلدنا مئة مليار ميزانيتنا الانفجارية واحد بس مليون واحد مليون واحد سوي لكم في مكان مخصص لجمع الكلاب السائبة ووضعها في هذا المكان مكان يكون مرتب ونظيف لإيواء حتى لا تقولون بأنه إيه ما إحنا عدنا فقرة وإحنا البشر دي موت عدنا إيه بس هم ذولا جزء من الأرض إحنا ما مستعبدين هذه الأرض يعني إحنا أي صح مولودين بالعراق وهذا بلدنا بس ومثل ما بلدنا الشجرة أيضا هاي لها حق إليه لذا الكلب السابي لها حق إليه هذه النبتة كل الناس كل شي موجود فيها الأرض المحق بأنه يعيشون فبالتالي إحنا ليش منحل هذه المشكلة بوضع ملاجئ خاصة بهذه الكلاب نجمعها ونحطها نعزلها عن المناطق السكنية من خليها تتكاثر لأنه نستخدم بعض الأساليب الطبية لإيقاف التكاثر لدى الكلاب إتوا دعا فيها بتشولة هذه الكلاب وهي بيانات ومساوين قبال وعشار والكلب السابي يولد كل الشهرين ما يجد يجيب أطفال فبالتالي سيكون لدينا جيوش بعدين باشر عقب ونستطيع السيطرة عليها فهالي أبو غريب صراحة لا يستنجدون بالجهات المختصة إنقاذهم من هذه المأساة التي يعيشوها وننتقل إلى الموضوع نحكي مع زوجة الشهيد علي حمد خلف من فترة تقريبا ثمان سنوات تم اختياله وهو شرطي شرطة الاتحادية فعلا هو أيضا استشهد أثر بجارة سيارة مفخخة تدرين بأنه محزن بالموضوع يعني العائلة عادة ورما تفقد شخص من أفراد عائلتها تحزن هي لا خطي الله يكون بعونها زوجته بدأت تفتر بين المعاملين حتى تخلص معاملة مع شهيد دعونا نرى الفيديو وبعدها نرجعنا على الأقل السلام عليكم وناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية بخصوص معاملتي معاملة الشهيد علي حمد خلق الذي استشهده في 25-20-2014 شرطة اتحادية أثر مفخخة انتجرت عليها أثناء الواجب ولحد الآن ها صارت من سنوات أمشي بمؤسسات الدولة وبزارة الداخلية وما حصلت على أي تعويض وأطلب المساعدة من عندكم مع العلم النمواني عندي أربع أيتام اثنين من عندهم أمراض مزمنة والشكر جزيل لكم وأتمنى منكم ومن كل مسؤول عراقي شريف يساعدني بخصوص هذه المسألة ثمان سنوات من الركض بالمعاملات والدوائر الحكومية هذه بدل ما نكافئها بدل ما نحييها أنه هي فقدة زوجها لإنقاذ العراق للدفاع عن الوطن للدفاع علينا نحن بالشكل عام لا هي ثمان سنوات تركض بالمعاملة مع زوجها أم أمير مساء الخير مساء الخير أخوي أم أمير صالت ثمان سنوات تمشي بالمعاملة ما هي المعاملة هاي صارها ثمان سنوات وين واقفة والله يا أستاذ يعني وصلت بيها لحد ما أمطوني اسمه رقم وتاريخ قالوا تروحين للناحية تمشيين بيها راجعين بس الناحية الناحية الجسر ديالك زين وهاي صار لي يعني بالخمس سنوات أنا أروح ورد للناحية مرة يقولون القروص ممدينة جاية الوزارة ما قدت ومرة يقولون كل شي ما أفو مرة يقولون لكم تعويض مرة يقولون ما أكو تعويضات ما أكو هيت حكي زين فيها تخزين راتب هسا لو لا هاييني الراتب إذا تخزين راتب لو لا الراتب طلعته الحمد لله حلال تنتين الراتب طلعته الحمد لله والشكر يعني بجهود أخواني جماعة جماعة الزوجي اللي يومها جابوا الزوجي الشهيد من الموصل وهم اللي سووا للفاتحة وهم اللي صرطوا علينا هاي الفترة اللي مقطوع بها اللي راتب مال إثنين شقد ظل مقطوع الراتب يعني يعني صدر أمر إداري آآ بينما هاي هاي الإجراءات طيب لعدتك حاليا المعاملة اللي صارها ثمان سنين بالدواري الحكومية ما شنو مالتل التعويض هسا بس التعويض أريد أعرف ليش ما إلي تعويض زوجي بالداخلية أو عند الدولة زين يعني هسي من ناحية مشكلتك يعني ما أعرف يعني لا نطوع قطعة أرض ولا نطوع أي مبلغ تعويض يعني وهو مع العلم أنه هو عسكري ضحية إرهاب والله الله يكون بعواني شعر ما تحب بين تناشتين هم أمير وحتى كان من يمتحق كان هو الدواعش يبقون المنتسب عن طريق البر يقام يروح للدوام شثنا عن طريق الطائرة ولحد الآن عندي تداخر ما للطائرة من يروح ينتحق للموصل طيب المنتنا جديد تمل تسأل تشونت المنت تحب أنها جديد حاليا حتى تسهل معامل تخيالي لأن الناحية تقول هم هذا الدسك ما أعرف سيدي ما أعرف شنو هو دزول الوزارة صح والوزارة تقول زيش ما تروحين البغداد على الوزارة بل كثير تمشي المعاملة بشكل أسرع والله رحت للوزارة ورحت للمؤسسة الشهداء زيش ما جاء ينطوني نتيجة ولذلك نجأة القناة الموقرة طيب حاليا الجو اللي ما تحبين تناجدين اليوم حتى تقول يا ما شو لي معاملتي حتى تعرف يعني تقول يا اسمعوني أنا متضررة أنا أريد تمشي وعاملتي اليوم جوي شو تفضلي ناجد والله أناشد أناشد رئيس الوزارة السيد الكاظمي والسيد الوزير الوزيرة الداخلية وأقول يا أستاذ إذا إحنا تعويض ليش ما تنطون مع العلم أنني بس وحيدي لا عام ولا طال ومساعدني بتربية أفطالي وعيشتهم والله يكون واثنين منعدهم أمراض مزمنة وحتى أنا من دول الأمراض المزمنة وتعادي من الركض والمعاناة والراتب كلها قاعدة حط السيارات والسنساقات وأنتوا تعرفون المعاملة كيف أم أمير أم أمير يا رب إن شاء الله هذه المعاملة تخلص عن قريب جدا وإن شاء الله تأخذيني الحقوق كلها وإحنا أنا كمواطن عراقي وبنيابة عن كل المواطني عراقيين نشكرك على تضحيتك ونشكر كل عائلة زوجة شهيد لأنه وضحها لأجلنا لأجل لأننا اليوم نكون بأمان شكرا جزيلا إليش يا ربي حق يوصل لإليش ولأطفال إليش والأطفال الشهيد أنا بدل نحتف هذه الناشد بها بدل ما الشخص يضحي بنفسه وإحنا بدل نقدر حتى نطيع حقوقها بدل نقدر نعيش أولادها وزوجها بدل نطيع تعويض بيد قاع هذا البلد كله وهي المليارات اللي إحنا عدنا إياها وهذا النفوط وهذا الخير اللي إحنا عدنا إياه منقدر نعوض زوجة الشهيد عن التضحيات اللي هي تتعيشها هي فعلا حالة من الحالات عديدة بالعراق وأمير تتعاني ونتمنى بأسرع وقت تحصل على كل حقوقها حتى تربي أولادها بأحسن تربية شوالي ننتقل إلى محافظة الذقار سكان محافظة الذقار دي عانون من سوء الخدمات وحرمانهم من وعود كثيرة طبعا نرجع الموضوع أيضا إلى سوء التخطيط والكارثة الهندسية خلي نقول أكو مشروع اللي هو ماء الإصلاح الكبير اللي هو تقريبا يخدم السكان ما بين البصرة ومنطقة الناصرية وأيضا مشروع آخر اللي هو الكابل الضوئي ومشروع السايد الثاني هذه مشاريع شركات تشرف على هذه المشاريع الثلاثة ولكن تم بناء أنابيب حتى شغلوها بطريقة أو بشكل تجريبي ولكن طبعا دي ينتظرون صار لهم 12 سنة لسكان هذه المنطقة اللي تابعة لمشروع الماء الإصلاح الكبير بعد 12 سنة المواطنين كانوا متأملين أنه يحصلون على لدين تظروا وشي خير رح يصير وتطور وبناء هذه الأنابيب إذ ويتم حفر ونقل هذه الأنابيب لأنه شنو تتعارض مع بعضها يعني هذا المشروع الإصلاح الكبير أو ما الإصلاح الكبير دي يتعارض ويباقي المشاريع فعلا هذا الموضوع حتى من سؤال قبل البرنامج تقولها أنا هذا شايفة بعيني هذا سوء التخطيط اللي ذكرته يعني أنتوا عدكم مشروع حفر تحطون بواري وعندكم هذا الكابل ضوء ما الإنترنت وعندكم التابليط ما السايد الثاني ما الطريق الموت اللي يروحون والله مئات مئات يعني دي يروحون شهريا على هذا الطريق مثلا تقولون زي لماذا لا تقعدون كلكم سوية وتقولون مثلا أنا اليوم هاي حساوي وبنفس الوقت إده هاي يساوي وبنفس الوقت ذاك اللي يحفر لا هما معتهم وكل واحد يشتغل ببحدة يعني نحن نتذكر في بغداد صارت فتحادث زوجت جاها كانوا يريدون يساوي بواري مياه جديدة للمنطقة اللي يساكن بها فجاوي حفر والرصيف فاللي شو طلعوا نحن بقينا شهر ما نقدر حتى نفوت للبيت طلعوا بعد جاوي طمروا من جديد وعدلوا الرصيف ورا والله يمكن أسبوعين جاوي مرت اللخة حفر والرصيف وحطوا الكابل الضوي يعني أسبوعين بدون مبالغة أسبوعين حفر وحطوا الكابل الضوي ورا فترة جاوي بلطوا الشارع ورا فترة جاوي مدون ما أدري صار عندهم مرت اللخة أدري يعني ما عرف يعني ما تقعدون سويا أنتو ما تتفقون على مثلا فالشغلة وحدة حتى احنا كنا نقعد نسوي بنفس الوقت ومن دمر مبالغ هائلة مليارات من الميزانية اللي قاعدين تصرفوها على هذا المشاريع الأملاقة زيان بعدها يحفرون ينقلون يسوون إلى متى سوء التخطيط وكل الأموال كلها دا تضيع وبعدين نقول ليش الوضع سيء وليش ماذا يصير يعني أمر محير ونتمنى الجهات المختصة فعلا تهتم وتقوم تخطط الطريقة صحيحة يولا إذن كانت هذه المواضيع لحلقة اليوم ونتمنى يا عم السلام والأمان على جميع العراق نشوفكم بحلقة جديدة يوم غد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة إلى اللقاء الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر إلى اللقاء